أزل أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إيزوران نتمازيغ أو جذور الأمازيغي هذه الحلقة من ممكن جدا أن تتبع الحلقة اللي فاتت لكن وممكن أن تكون مستقلة عنها لأسباب ذكرتها في الحلقة اللي فاتت وهي تشابه الجذرين وعدم تثبيتي من هل الجذر أصله واحد أم لا وفي الغالب أنه هو أصله واحد عليتي حال في الحلقة هذه حنتكلم عن دار من دور العبادة في أحد هضاب جبل نفوسة تسمى تيواتريوين وتحمل أيضا اسم آخر عند عامة الناس اللي هو ننا زورا ومذكورة هذه حتى في كتب السيار زورا الأرجانية وغيرها عليتي حال تيواتريوين بنحاول أن تعرفه لهذا الجذر زي ما قلت وهو يتألف المقطعين يات يار أصله ويبدو أنه أصله قديم جدا والدليل تفرعاته وتنوعاته ووجوده في عدة أماكن كذلك اشتقاقاتنا موجودة منه للمختلفة جدا أو المتفرعة جدا يذور معنى هذا الجذر على الطلب للحاح في الطلب يعني كذلك السؤال يعني كذلك الدعاء يعني معنى كذلك ولكن المعنى الأصلي هو الطلب والإلحاح في الطلب طيب نجد هذا الجذر عند جميع التنوعات الأمازيغية تقريبا بدون استثناء نجده عند إهقار أو إمهار عموما بمعنى تيت تيرت تيت تيرت بمعنى السؤال أو الطلب في الصلاة تيت تيرت يعني الدعاء بمعنى الطلب المعنى الأساسي متاعه طيب تيت تير هو الرفع الأيدي والصلاة إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء له وإلى آخرين نجد كذلك هذا الفعل عند باقية زي ما قلت قبل شوية عند باقي إمهار نجده عند زواغ أو أير بضافة لمعنى الصلاة فهو يتعني تحديدا بلكن نزيدها بعدين ولكن نقولها عندما بدأت فيها تعني تحديد الثمن أو قيمة الشيء بمعنى سوتر يعني اقترح عليه الثمن اقترح عليه ثمن معين لما يكون فيه مفاصلة ومناقشة وتعني كذلك التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى اتر وكذلك بمعنى التسول بمعنى الإلحاح والطلب بمعنى طلب الصدقة نجدها في غلامس مثل يقولون أمتار اللي هو المتسول ومتار بمعنى المتسولون كما نجدها في سوكنا فقد سجلت من قبل عن سوكنا بمعنى متر ومترن تعني المتسول نجدها اتر وأمتر بمعنى المتسول في نفسها ومتار هي هذه الصدقات التي تجمع في العشر الأواخر من رمضان وأظن تبدأ بالعشر الأواخر في رمضان عموما تعطى تلك الصدقات تسمى إمترار وإمترار كذلك هذه كوشفة البازينة التي نديرها في رمضان أصبح إزمان كانت تعطى صدق الفقراء ولكن لما عمل خير وكذا أصبحت تعطى لكل الناس اللي يحضروا في صلاة المغرب حاضرين في المزل في تريفيت مثلا كما في الشاوية أما التار هو المتسول وفعل الطلب والتسول هو التار مع أنهم يقولون بسوية بالطاوة لكنه غير مقتنع بهذا الكلام عليتي حال عند بني مظاب كما في ورغلا تعني نفس الشيء التسول وتعني على فكرة العربية التسول والتوسل هي نفس الكلمة غير فيها قلب للام والواو وهذا موضوع تاني ذكرتها إزمان لما تكلمت عليه موضوع اللينغوستيكس لما تكلمت عن الكلمات ربما تتحول وتقلب أولها إلى آخرها إلى آخرها عليتي حال طيب الطلب بالحاح وكذلك الدعاء والمتسول كما عند الجميع أم التار هذا عند بني مظاب وفي ورغلا نجدها مثلا أم التار طلبة أو توسلة طائل تمسة عند أحده كذا نجدها أتر في الأطلس المتوسط لما زيغا كما أنهم نجدها كذلك بمعنى الطلب ولكنهم أضافوا معاني أخرى وهذه حنجيلها بعد شوي طيب نجدها بمعنى التوسل بالحاح السوتر في تشلحية نفس الشيء وعلى نفس الشاكل أنا نجدها في الجنوب الشرقي من المغرب تعني التوسل تعني الطلب عموما ولكنها أخذت معنى كما في تمازيغ تقبل ما قلنا قبل شوية أخذت معاني كثيرة أخرى وتوسعت وأخذت معاني جميلة جدا سنصل لها مع بعضنا في تقبيليت أمسوتر وإمسوترن هم المتسولون الفقراء هذون يتسولون والفعل طبعا في تقبيليت زي ما هو عند الآخرين هو أتر أتر في زنايغا في موريتانيا اللي هو غالبا نشوف فيه أمبعاد شوية عن الجذور المشتركة في الأمسيغية لكن نجد في زنايغا مثلا أتر بمعنى استجداء والثاني نفس الشيء استجداء طلبة توسل تسولة إلى آخرين إذن زي ما شفنا قبل شوية المعنى العام يدور حول الطلب الدعاء التوسل التسول ولكن نجد تخصيصات وتعميمات في تنوعات مختلفة من الأمسيغية فنجد مثلا عند أمزاب تواترة قد تعني قراءة صورة القرآن بعد الصلاة وهذا سمعته بنفسي في المسجد في أكثر من مرة لما زرت أمزاب بعد ما يكمل الإمام الصلاة ويتلفت للمصلين يقول لهم يقول مجموعة من الأدية والأخير بعدين يقول تواترة بمعنى لنقرأ صورة الفاتحة جميعا طيب عندهم كذلك في مزاب عندما نتكلم عن مزاب عندهم تزودة تمستار بمعنى الصدقة التي تقدم يوم يسافر لهم إنسان غالي على أنفسهم والآخره ويبدو أن هي نوع من الدعاء طلبا أو دفعا للضرر وطلبا لسلامة المسافر وبما لا سائل يده عند التسول يحط في يده هكي بمعنى الحفنة هذه اللي يديرها باليد لما يطلب وهذه مشهورة في دول كثيرة هذه الحفنة نفسها أصبحت تم التارت تصوروا يعني من الطلب أصبحت الحفنة نفسها تطلق عليها اسم تم التارت واللي هي معروفة طبعا عند باقي التنوعات المزغية بمعنى طيم مصد أممز وإلى آخرهم إذن وهذا مجدع فكرة في ورقلة هذه من المعاني التي خصصت لها من الجدر التر هذه في ورقلة ونجدها كذلك بمعنى الشخص المصاحب للخطيب أو مثلا الأم تمشي تخطب لولدها أو الأب يخطب لبنته أو عفوا لولده وهذا يسمى أما تراو وإما تراون وهذا موجود طبعا في الجنوب الشرقي للمعرب وللأسف ليس موجودة عندنا في جبل نفسها توترا و توتريوين هي الخطوبة نفسها بل حتى البنت المخطوبة فترة الخطوبة التي تقوم بها البنت تسمى تيترت تيترت هي البنت المخطوبة وهذا نجده كما ذكرنا عفوا لم نذكر هذا وهذا موجود في الأطلس المتوسط عند إما زيان بل حتى اسم الفاعل الشخص الذي يقوم بالخطوبة أو اسم الفاعل نفسها عفوا تماتراوت الخطوبة نفسها موجودة كذلك في تمازيغت والجمع متاعها تمات ريوين بل نجدها بمعنى الصداق شفتوا الصداقة بالعربية والصداق الذي يقدم مهرا للعروس يسمى تمس سوترت وتمس سوترين بل نجدها كما عند الهقار بمعنى تحديد الثمن تحديد القيمة للصداق وغيره كما أسلفنا وهي من نفس جذر الصداقة كما في نفسها وذكرناها كما قلنا بكري الصداقة التي تعطى في رمضان بل تعرفوا الصداقات هنا في الجوامع لما بتبني جامع في مدينة أخرى أو قرية أخرى في القرية متاعك يجمعوا في فلوس وفي القرى الثانية هذا يسمى سموتر في الجنب الشرقي في المغرب السموتر بمعنى تجميع الصداقات لبناء مزجد أو تجميع صداقات لغرض معين يعني الصداقات اللي ما تكون على شكل تكافلي أو المجموعة تقوم بها في نفسها تعرفوا السلفة اللي هي إرطال عندها معاني أسماء كثيرة من ضمنها لما فيها من المهانة وتعرفوا القصص الموجودة عندنا في الأمازيغية على الإنسان يفضل أن يموت وأن لا يستلف أو يذل نفسه بالسلفة أو بطلب ناس آخرين وهذه سمية السلفة تصوره للتحقير الناس لها سمية سوتر وربما تشدد كذلك السوتر كما في تقبيليت يعني المعنى الاجتماعي هنا يرتبط بالمعنى اللغوي وهذا كلها طبعا مرتبط بالمعنى مع بعضها ونصحكم ترجعوا لدروس اللغويات اللي هي Universal Languistics اللي تكلمت فيها عليه هذه الحاجات هذه كلها وكيف تنتقل الكلمة من معنى إلى آخر إذن يمكننا القول أن الفعل اتر خرج منه معاني كثيرة منها الطلب وقد يعني التوسل والخطوبة الصدقة الدعاء إلى آخرهم هناك معنى مزاجي كذلك ليتر أي طلب الشيء بمعنى بحث عنه بإلحاح طلب الشيء يتر اتر بل تعرفوا لما الإنسان يكون يدعو الله يكون في حالة خشوع وجلسة محترمة أمام الله سبحانه وتعالى وإلى آخرهم تعمم هذا المعنى بمعنى الجلوس المحترم عموما أي جلسة محترمة تقول للشخص مترمان لنك بمعنى اجلس جلسة محترمة اجلس جلسة محترمة تقول مترمان لنك يعني كأن فيه ضيف جاي أو كأن فيه شيء ماذا عنه تقول لابنك مترمان لنك اجلس جلسة محترمة كأنك في حالة خضوع عندي ملاحظات مهمة جدا مثلا في اللغة الإنجليزية نقول يعني تقسم و كذلك الغريب أن أظن عند كل سامحوني لكن عند إمها تواتري بمعنى الشتيمة كيف انتقل المعنى من الدعاء إلى الشتيمة هذا شيء تاني ربما يحتاج إلى الدراسة كبيرة جدا ولكن موجود كذلك في اللغات الأخرى ربما لأنه يعني لها علاقة بالمذلة والمهانة فتحول إلى المعنى الشتيمة الله أعلم طيب كلمات من نفس الجدل لكن يتعدر عليه الربط بينها مثلا أتارا العبد العتيق أحد أسماء العتيقة يسمى أتارا سوتر بمعنى الزعتر و غالبا سوتر هذه بمعنى الزعتر غالبا الأطلع غير عمزيغي حقيقة وهذه ربما نجيها في حلقة أخرى اتري بمعنى النجم حتى يتياره وهناك الفعل امتر بمعنى خبئ ففي الجنوب الشرقي مثلا امتر سد أكال يعني خبئ تحت الأرض و امتر بمعنى ادفن و نجد تيتار لها معنى مقارب كذلك الغلافة والخشاء للسيف أو الخنجر يسمى تيتار و نحوها أي الغمد بالفصحة و نجد شفت الموس لما يكون حد هل بتخطوه على طرف اللوحة باش ما يجرحش أو ما يفلش الجانب بتاعه في تشلحيت يسمى كذلك تاترت و في القبائلية كذلك تيتار كلمة مهجورة بمعنى الغمد و ربما يكون هذا الاسم لها علاقة لما بعدها من الاسم اللي هو نجده عند ورقلة مفرد لا جمع له اللي هي تواترة بمعنى الجرح الموس الجرح الجزء الحاد منه المكان اللي يحطوا فيه الشفرة الغتاء الغلاف الحقيقة أنا حطيتم هدف الأخير لأنه ما زال ما عنديش ربط دقيق و لحل نحتاج إلى كلمات أكثر بتنوعات أكثر لكي يبدو لي المعنى الحقيقي و كيف توصل هذا الجدر من هذا المعنى إلى هذا المعنى هناك تفسيرات كثيرة لمعنى إيتري و إيتران و إلى آخره ولكن لعل نجله حرقة أخرى لأن فيه تخمين أكثر منه علم علاقة إيتران بأتر الدعاوة إلى آخره و هذا على فكرة يجب الرجوع إلى اللغات الأخرى ابتداء من يعني اليونانية القديمة بل حتى العبرية و العربية و اللغات المشرقية هذه و تنقلا باللغات الأوروبية ثم العودة إلى الأمازيغية لكي نفهم ليس معنى هذا أن هناك ارتباط بين هذه اللغات أبدا المقصود هو كيف تنقلت بعض الكلمات في هذه اللغات و نفهم من خلالها كيف تنقلت هذه المعاني كذلك في اللغة الأمازيغية تعرفوا التنقلات في معنى الكلمات في اللغة العربية مش مبكري قلت لكم الصداق و الصدقة لهم علاقة ببعضهم والتوسل والتسول لهم علاقة ببعضهم نفس التغير حصل في اللغة الأمازيغية و هذا لا يحصل فقط في الأمازيغية و العربية بمعنى التقارب صحيح أن كل اللغتين لهم جذور و إلى آخره يعتمدوا على الجذور في الاشتقاق لكن يحصل كذلك في اللغات الهندو أوروبية يحصل كذلك في اللغات الفار إيست هادو و إلى آخره حتى أن وهذا مش مجالنا الآن لكن غرب على السريع أن فيه اليونيكود خار أخرجوا منظومة للنيولوجي الكلمات المستحدثة و كيف يتم عملية استحداث الكلمات وهذا بناء على تتبع اللغات كلها كيف تستحدث كلمات جديدة على إيتي حال هذا مش موضوعنا العودة باختصار أن اتر و تواتريوين المكان اللي هو يتعبده فيه يتوسل فيه و يدعو فيه عندنا في جبل نفسه في مدينة فرن تحديدا في أتوغاسرو المكان هذا الجذر المتاعه يعني التوسل يعني الدعاء يعني الطلب يعني التسول يعني معاني كثيرة جدا اللي تكلمنا عليها اليوم تاني بيرتمون و إلى اللقاء في حرق أخرى إن شاء الله تاني بيرتمون و إلى اللقاء في حرق أخرى إن شاء الله تاني بيرتمون و إلى اللقاء في حرق أخرى إن شاء الله